على ضوء تصاعد الخلافات بين جناحي الانقلاب تشهد العاصمة صنعاء تحركات سياسية يسعى من خلالها حزب صالح إلى الخروج من مأزق كونه الطرف الأضعف في التحالف وكشفت مصادر سياسية عن ترتبات بين ميليشي الحوثي والجناح التابع للرئيس المخلوع في حزب المؤتمر لتشكيل حكومة موالية لهم في صنعاء لكنها لا تزال رهينة خلافات جوهرية بين الجانبين كما يبدو حديث قديم يتجدد في كل لحظة يجد فيها صالح نفسه فاقدا للحيلة عاقب الإطاحة بكل أدواته من قبل شركائه في الانقلاب وتجريده من أهم مرتكزات سلطته التي خاض هذه الحرب معتمدا عليها غير أنه في الأخير وجد نفسه محاصرا ومصيره نفسه على المحاك الجديد في حديث الحكومة هذه المرة هو إشارة القيادي في حزب صالح عدل الشياع إلى ضغوط روسي على جناحي الانقلاب للتغلب على خلافاتهم وتشكيل حكومة ليكون لهما كيان يتم التعامل معه والاعتراف بهم من خلاله وأضاف الشجاع لصحيفة السياسة الكويتية أن الروس يضغطون في هذا الجانب لسحب البساط من الحكومة الشرعية كما أن زيارة صالح إلى السفرة الروسية بصنعاء ولقائه القائم بالأعمال قبل أيام كان للتشاور بشأن الخطوات النهائية لتشكيل الحكومة بحسب الشجاع حتى الآن كان الموقف الروسي في اليمن دائما للحكومة الشرعية أو على الأقل لا يقف بصف الانقلابيين تجلى ذلك في عدم عرقلة القرار الأممي 22-16 الذي يدعو ميليشي الحوثي وصالح إلى إنهاء انقلابها غير أن دخول روسيا على خط دعم تشكيل حكومة انقلابية وتوفير لغطاء الدولي لسلطة الانقلابيين ربما يجعل من الملف اليمن يسير في طريق أكثر تعقيدا مما هو قائم ويزيد من ارتهانه للظروف الإقليمية والدولية التي لا مؤشرات جادة على انفراجها في وقت قريب